هل أتاك حديث غاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصقى بالعين آمية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راطية في جنة عالية لا تسمع فيها ناضية فيها عين جارية فيها سرم مرفوعة وأكواب مرضوعة ونبار مسحوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجباب كيف مصبت وإلى الأرض كيف صديحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيق إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ترجمة نانسي قنقر منه ترجمة نانسي قنقر